تخيل معي لثوان بينما أنت مستلق على فراشك ظهر لك شخص قوي البدن، واقف ينظر إليك فسألته في اندهاج، من أنت؟ وكيف دخلت؟ فأجابك بقوة في الصوت، أنا عزرائيل، ملك الموت جئتك لآخذ الأمانة لخالقها فتصور معي كيف تشعر ساعتها طبعا سيقتلك الرعب، وأنت في هذا الموقف الصعب فهل تتوسل إليه أن يمهي لك بعد الوقت أم ستكتفي بالبكاء والصمت؟ سوف تتذكر كيف هي صلاتك وقراءتك للقرآن الذي وحده من ينير قبرك وكيف هي معاملتك مع غيرك فيزيدك الخوف من الله بكاءا حين تعلم أنك ملاقيه لا محالة فحياتك اليوم فرصة لا تضيعها في التأجيل وسارع إلى مغفرة من ربك قبل أن ترغم على الرحيل